أهلاً وسهلاً أطفال الأعزاء مرحباً بكم في مكوني الاستماع والتحدث إذن انتبهوا معي يا صغاري انظروا إلى الصورة الأولى ماذا تلاحظون؟ نعم إنه عصفور والصورة الثانية ماذا تمثل؟ جيد حريقة حريقة إذن عنوان حكايتنا هو العصفور والحريقة العصفور والحريقة لننتقل إلى ملاحظة الصور ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ جيد كوكو يبني عشه والصورة الثانية رائعة رائعة ونالك حريقة ماذا أيضاً؟ الحيوانات هاربة جيد ننتقل إلى الصورة الأخرى ماذا تلاحظون؟ ممتاز ممتاز الفيلة تساعد كوكو بخراطيمها إذن أطفالي اندلاع 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 الحريق إذن استمعوا معي يا أطفال الأعزاء للحكاية إذن انتبهوا وركزوا العصفور فوق فوق شجرة بلوط بجوار بلبل وعندليب ما أجمل صوته العذب في يوم صيف شديد الحرارة شب حريق مخيف في الغابة فاندلعت النيران وامتدت إلى كل الأشجار تسابقت الذئاب والأسود والفيالة والنمور والزرافات في الهرب تاركة بيوتها في الغابة كي تنجو بنفسها أما العصفور كوكو فلم يهرب ولم تخفه نيران مندفعة بل طار مرفرفا إلى البحيرة القريبة وأخذ بمنقاره الصغير ينقل قطرات من الماء ويلقي بها على النار رأت الحيوانات الهاربة العصفورة ينقل بمنقاره الصغير قطرات الماء فبدأت تسخر منه وتقول ما أغباك أتظن أيها الصغير أنك قادر على إطفاء الحريق بهذه القطرات قال العصفور الصغير أعلم أنني لا أستطيع إطفاء الحريق ولكنني أقوم بواجبي لحماية بيئتنا من الضياع فالأشجار موطننا وهي التي تحمينا من البرد شتاء ومن الحر صيف سمعت الفيلة ما قاله العصفور فبدأت تنقل المياه بخراطيمها لتطفئ النار المشتعلة وخجلت بقية الحيوانات وبدأت تساعد العصفور على إطفاء الحريق وبعد وقت وجيز استطاع سكان الغابة إخماد الحريق اجتمعت الحيوانات والطيور وقررت أن تعلق فوق عش كوكو الذي أنقض الغابة من الحريق لافتة كتبوا عليها كوكو حامل بيئة إذن صغاري قوموا بإعادة الحكاية إذن سؤالي أين بنى العصفور كوكو عشه أين جيد فوق شجرة بلوطة فوق شجرة البلوطة إذن ماذا شب في الغابة ماذا شب في الغابة نعم شب في الغابة ماذا الحريق ممتاز لماذا فرت الحيوانات لماذا فرت الحيوانات فرت ميناء الحريق جيد ماذا فعلت الفيل ماذا فعلت الفيل ممتاز ملأت خراطيمها بالمياه وبدأت تطفئ النار أحسنتم جميعا أما الآن أطفال الأعزاء لنقم ببناء عناصر الحكاية فلقد تعرفنا على عناصر الحكاية إذن ما هي ما هي نعم هناك عنوان عنوان وأيضا زمان و مكان ماذا أيضا شخصيات ماذا تبقى جيد أحداث أحداث إذن هذه مكونات الحكاية أو عناصر الحكاية إذن قلنا عنوان الحكاية هو العصفور والحريق لنبدأ بالزمان في أي فصل شب الحريق في أي فصل جيد في فصل الصيف ممتاز لننتقل إلى المكان أين بنى كوكو عشا أين أين لتحديد المكان ممتاز ممتاز في الغابة ننتقل الآن إلى الشخصيات إذن كوكو اختار صديقين من هما من هما بلبل رائع ماذا أيضا ماذا أيضا والعندريب جيد ما هما الشخصيات الأخرى ماذا الذئاب ممتاز هناك أسود الفيالة والنمور والزرافات أحسنتم صغاري إذن هم شخصيات الحكاية العصفور كوكو البلبل عندليب ذئاب وسود فيالة نمور وزرافات أما الآن وصلنا إلى آخر عنصر هو الأحداث ماذا وقع الأحداث من يلخص لي ماذا وقع في الحكاية إذن جيد كوكو يبني عشة ماذا حدث بعد ذلك ممتاز شب حريق في الغابة عندما شب الحريق ماذا ممتاز محاولة كوكو إخماد الحريق أو إطفاء الحريق جيد ماذا فعلت الحيوانات عندما رأت كوكو ضحكت إذن ضحكت الحيوانات على كوكو وفي آخر ماذا حدث هل قامت الحيوانات بمساعدة كوكو نعم ممتاز قامت الحيوانات بمساعدة كوكو إذن هذه هي الأحداث كوكو يبني عشة شب الحريق في الغابة محاولة كوكو إطفاء الحريقة ضحك الحيوانات ضحك الحيوانات على كوكو ومساعدة الحيوانات كوكو إذن من خلال سماعكم للحكاية نتذكر أين كان يعيش كوكو أين كان يعيش كوكو أين مكان في ماذا الغابة جيد في الغابة فوق شجرة ماذا البلوط البلوط ماذا شب في الغابة ماذا شب في الغابة شب حريق حريق هل ساعدت الحيوانات كوكو نعم قامت الحيوانات بمساعدة كوكو ممتاز أصدقائي والآن لننتقل إلى عائلة الكلمة إلى عائلة الكلمة لدينا كلمة تسابق تسابق إذن العائلة نفس الحروف نستخرج كلمات أخرى مم فكروا وركزوا جيد لدينا سباق سباق ما هي الكلمة الأخرى؟ كلمة الأخرى من نفس الحروف متسابق ممتاز أيضا مسابقة جيد ماذا؟ مسبوق مسبوق ممتاز أبطالي دائما متفوق والآن ننتقل إلى خريطة الكلمة خريطة الكلمة لدينا كلمة شب شب لنضعها في جملة جيد شب 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 النار في الغاب جملة ممتازة إذن فعل أم اسم فعل ممتاز إذن ما هي ما معنى شب مرادفها يعني شب الحريق أي إن إن د ممتاز إن دلع إن دلع إن دلع ضدها شب الحريق أو خ أحسنتم خمد خمد الحريق خمد الحريق ممتاز والآن ننتقل إلى شبكة الكلمة شبكة الكلمة لدينا قطرة أين نجد قطرة ماء أين نجدها في أماكن عديدة مثل المطر البحر النهر الواد البئر إذن نجدها في عدة عدة أشياء والآن أطفالي انتقلوا معي إلى الوضع التواصلية أستمع للعصفور كوكو يصف تغير حالة الغابة ثم أحاكي استمعوا كان الطقس معتدلا وصار اليوم حارا سعيد كان الطقس معتدلا وصار اليوم حارا قال أيضا كانت الشمس دافئة وأصبحت اليوم حارقة سعيد كانت الشمس دافئة وأصبحت اليوم حارقة أيضا كانت حيوانات الغابة مطمئنة شب الحريق فهربت خائفة سعيد كانت حيوانات الغابة مطمئنة شب الحريق فهربت خائفة إذن أطفالي كيف كان الطقس كيف كان الطقس كان الطقس ماذا معتدلا جيد وكيف أصبح اليوم كيف أصبح اليوم أصبح قوموا بالإجابة عليها جيد كيف كانت الشمس وكيف أصبحت ممتاز كيف كانت الحيوانات الغابة كيف كانت رائعة متى هربت متى هربت ممتاز أطفال الأعزاء إذن بهذا تكون قد انتهت حكايتنا لهذا اليوم قوموا بسماعها مرة أخرى إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بأمان الله